والشفاعة تكون عند الله وتكون عند الناس الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند الناس فالناس تشفع عندهم ولو لم يأذنوا لك أنت تتقدم وتشفع ولو لم يأذن لك المشفوع عنده وأما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيأذن للشافع أن يشفع ولا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من عصاة الموحدين وأما الكافر فلا شفاعة فيه ولا تقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالكافر لا تقبل فيه شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة هذا في الكفار الكافر لو بذل أموال الدنيا يريد الفدية ما يقبل منه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ما يقبل منهم عدل وهو المال الذي يفتدون به أنفسهم ولا يقبل فيهم شفاعة أحد بل هم قطعا من أهل النار خالدون مخلدون فيها هذه الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من عصات الموحدين أما المخلوق فتشفع عنده ولو لم يأذلك في الشفاعة ولو لم يرضى عن المشفوع فيه قد يكون يبغض المشفوع فيه ويوده أن يقتلها أو ينتقم منه يعد منه ما يرضى عنه لكن يقبل الشفاعة فيه مضطرا لأن حاجث بالناس والوزراء والأعوان فلو رد شفاعتهم لتنكروا عليه فهو يتألفهم ويقبل شفاعتهم ولو كان لم يأذن ولو كان لا يرضى عن المشفوع فيه أما الله جل وعلا فلا يأذن إلا فلا يسفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يسفع عنده إلا في أهل التوحيد من عصات الموحدين هذا الفرق بين الشفاعتين